اشتركوا في القناة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها قبل يوم أمس وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات كما جراء اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والتطورات في المنطقة والجهود المشتركة لتنسيق مواقف البلدين تجاه التحديات الراهنة على المستويات كافة استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جورندبورك وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسية من المبعوث الأممي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة من أجل خفض التصعيد والدفع باتجاه إحياء العملية السياسية وجد رئيس مجلس القيادة الرئاسية باسمه وعضاء المجلس والحكومة الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها دشنا محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك من ماضي اليوم بالمكلة المساعدات الغذائية الطارئة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقيدة للحياة للسكان المتضررين في اليمن ويستهدف المشروع الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وينفذه اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المتضررين في عدد من مديريات المحافظة ضمن تدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان وأشهد المحافظ بالتدخلات النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات في حضر موت وعموم الوطن زار الأمين العامل بمحافظة حضر موت صالع عبد العنقي مصنع الغويزي الوطني للأسماك بمنطقة خلف بالمكلة ورفقه في الزيارة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة يو اندبي زينة عري ونائب الممثل المقيم للبرنامج نادية العوالمة والوفد الأممي المرافقة وقدم الأستاذ علي الحبشي المدير العام لشؤون الإنتاج شرحا مفصلا لعمل المصنع وتطوير المصنع والإنتاج مشيرا بأن المصنع يضم خمسمائة وخمسة وثمانين عاملا وعاملة وتمثل النساء ستين في المائة من قوام الطبقة العاملة كما اجتمع الأمين العام والوفد الأممي المرافق له في اجتماع موسع مع رئيس الهيئة وعضائها وممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي وإيجاد الحلول لها وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لوقف التصعيد الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة وضفة الغربية والبنان محذرة من اتساع دائرة النار والدمار وخروج الأمور عن السيطرة وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة خلال جلسة النقاش العام البند الدائمة المعنون حفظ السلم والأمن الدوليين لا أحد في المنطقة العربية يريد حرباً إقليمية فنحن نعرف جيداً مخاطر الحرب وتباعاتها المؤلمة على الشعوب مؤكداً أنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى بمعالجة سببه الأصلي وهو عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة تحقق آمالهم وتطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصيرة ختام الموجز مشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة